الخبر الأول الذي عدنا عن يارا مار ووصول قناتها باليوتيوب للمليون مشترك فإن شاء الله ألف مبروك وفعلاً تستاهل الصراحة عن هذا الدعم وأقبل 10 مليون يا رب وليس تنسوني يا حبايب تباركوها بالكومنتات الخبر الثاني الذي عدنا عن المفاجآت اللي محضرها اليوتيوبر فأول اليوتيوبر واللي هو نور مار نور نزل على حسابه بالإنستغرام هذا البوست واللي كان كاتبي الأغنية وصلت لـ 23 مليون مشاهد على قناته باليوتيوب باسبوعين فقط فشكراً شكراً واللي جاي أقوى وعد فكنا يا حبايب منتظرين المفاجآت اللي حيقدمها النور مار أكيد حكون رهيبة أما بالنسبة اليوتيوبر الثاني فهو الشهد والسمن طبعاً نزلت لكم مقطع قبل اليوم إن قلت لكم حضرين مفاجآة خرافية ولكن عن موعد نزول هذه المفاجآة فسمنت نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي كاتبي باعتذر منكم اليوم ما لاحقاً ننزل الفيديو إن شاء الله بكرة بينزل فيديو المفاجآة مين متحمس فكلكم يا حبايب روح اشتركوا بقناة سهد وشمد لح تنزل اليوم المفاجآة وإن شاء الله تكون رهيبة الخبر الثالث اللي عدنا واخيراً نهاية الجدل بقصة خروج قمر مار من فريق نور مار فنور مار نزع على قناته اللي هو مال الطبخ هذا المقطع لقدامكم وهو من فانزات قمر مار انتبهوا أنه بالدقيقة عشرة طلع تقريباً صوت قمر وبهذه اللقطع راح اضطلكم ياها ركزوا بيها زين ويضاف على صوت قمر بنفس الوقت واحد من الأشخاص كتب تعليق النور مار يقول بي أنه قمر باقي بالفريق وإن شاء الله هترجع بالمقاطع القادمة ونور مار يحط لققلب على تعليقه فمن الواضح أنه قمر مار باقي بفريق نور مار الخبر الرابع اللي عدنا عن نور ستار ووين هي مختفية فمن بعد ما نزلت وغنيتها الجديدة بلوك صار لها اسبوعين ما منزلة وأيضاً صار لها فترة ما منزل ستوريات بحسابها الانستجرام ولكن نور نزلت على حسابها بين الانستجرام هذا الستوري وكاتبه بخط صغير بعرف أني مختفي هالأيام بس صدقوني عندي اسبابي فإن شاء الله كل شي خير ومنتظرين لعودة الخرافية بقرب وقت الخبر الخامس اللي عدنا هو تصحيح بعض المعلومات الخاطئة فأول شي عدنا هو اللي هو وسام تكيت ومحمد جواني وهل هم مرجعوا أصدقاء لا هذا الشي مصار ولكن نتشرت هذه الإشاعة بعد ما جواني نزل على حسابها بالانستجرام هذا الستوري اللي يظهر في عمر الكيلاني واللي هو أحد أعضاء حالياً فريق ففنبولي ولكن يمكن هواي بيكم ما يعرف أنه عمر الكيلاني هو صديق وسام تكيت وصديق محمد جواني بنفس الوقت وحتى مصورين بعض المقاطع قبل وهذا اللي بالنص طبعاً هو ريذر فعمر الكيلاني هو ما لا علاقة بالمشاكل اللي صارت بين وسام ومحمد جواني أما المعلومة الثانية وهو بكاء أصالة أيضاً هذه المعلومة غلط فأصال نشرتها ذاك الستوري ولكن ذاك الستوري كان مجرد فلتر بين لأنه كان واحد باكي مو أكتر يا حبايب وبس والله نوصلنا لهذه المقطعات من المقطع الجوكم طبعاً شكراً لكم على الميتين الأدف أدري باقي شوية ولكن متأكد رح نوصلها اليوم كان لكم فيزين مع السلامة